التهديد المستمر الذي يشكله ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش يستدعي اتخذ إجراءات غير عسكرية لمكافحة الإرهاب هذا ما جاء على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونوكوفا الذي أفاد في إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي أنه رغم هزيمته الإقليمية والخسائر التي منيت بها قيادته استمر تنظيمه في تشكيل تهديد للسلم والأمن الدوليين تنظيم داعش الإرهابي لم يكن ليتمدد لو لا عوامل ساهمت في توفير بيئة خصبة لذلك في دول غرب أفريقيا لعل أبرزها استغلاله المجتمعات المتأثرة بالنزاع العنيف والصراع وهشاشة بعض أنظمة الحكم فضلا عن تداخل الإرهاب مع العصابات الإجرامية المسلحة مما ساهم في خروج مساحات شاسعة عن سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية وانعكس على ارتفاع معدلات الخطف والتهريب منذ العام 2003 الوضع الأمني في القارة الصمراء تدهور أكثر مع توسع انتشار تنظيم وسط وجنوب وغرب القارة سيما في أغندا حيث وسعت جماعة تابعة لداعش من طاقة عملياتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما كثفت جماعة أخرى تابعة لتنظيم هجمات نطاقها بعد أن كان ضيقا في مقاطعة كابو ديلغادو في موزنبيق من جهته قال ويشو يونغ تشين المدير التنفيذي بالنيابة للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب إن الحالة في أفريقيا سيما في غربها ووسطها وموزنبيق باتت أكثر إثارة للقلق هذا وعرفت بوركنافاص عملية إرهابية مؤخرا راح ضحيتها خمسة عشر من جنود الجيش البركنابي جراء انفجار عبوتين ناسفتين شمال البلاد هذا الحادث يأتي بعد أقل من أسبوع على مقتل أربعة جنود وتسعة مدنيين متطوعين مع الجيش في كمين بالمقاطعة نفسها مالي هي الأخرى سجلت مقتل 42 جنديا ماليا الثلاثاء قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة حدودية بين مالي وبوركنافاص والنيجر والحصيلة الجديدة هي الأعلى في صفوف الجيش المالي منذ سلسلة هجمات نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020 نفذها تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحدود الثلاث الحديث عن داعش في أفريقيا لا بد أن يقود إلى تجربة الجزائر التي تمكنت من خلق بيئة رافضة لأي وجود إرهابي وتحولت بذلك إلى فاعل رئيسي في درء ظاهرة الإرهابية في المنطقة ودولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال اعتماد مقاربة شاملة توجت بنجاح مشروع المصالحة الوطنية وجاء تقرير معهد أمريكان انتربرايز مؤكدا أن الجزائر هزمت الإرهاب أيضا بفضل العمل الأمني الاستباقي وهي تشكل معادلة فريدة في المنطقة في إطار الحرب على الإرهاب ترجمة نانسي قنقر